اهلا بكم اصدقاء صديقاتي طلاب وطالبات تعليم الفني الصناعي شعبة تركيبات كهربية وشعبة الات النهاردة بنتكلم عن حاجة في غاية الاهمية يمكن حضراتكم دايما بتتموا بيها وهي جانب صيانة الالات الكهربائية طبعا هذه الصيانة بتحتاج مهارة وتحتاج خبرة علشان نأدي كفاءة هذه الاجهدة بشكل كبير جدا النهاردة هنتكلم عن مفهوم الصيانة وهنعادها يمكن او نبص عليها نظرة سريعة ويحاضر معنا هذه المحاضرة معالي المهندس محمود محمد عبد العاطي خبير في هذه المتاة اهلا وسلم معالي شكرا اهلا وسلم منوارنا فادي باش مهندس محمود يمكن في البداية تحدثنا في حلقات سابقة عن الصيانة يمكن محتاجين ندي ولادنا مراجعة سريعة عن هذه الجزئية طيب اهلا من حضرتك براحب بحضرتك وسعيد بوجودي مع حضرتك منوار بأولادنا وبناتنا الطالب والطالبات قسم تركيبات ومعداتك عربية شعبة الات الصف الخامس احنا في حلقة سابقة اتكلمنا عن مفهوم الصيانة الباب الاول في مادة صيانة الالات او مادة الصيانة لشعبة الالات لان احنا اتفقنا انه زي ما اولادنا عارفين في الصف الخامس في المدارس الفنية المتقدمة بيبقى في الصف الخامس قسم تركيبات ومعدات كهربية ابتداء من الصف الرابع والخامس بيبقى في تشعيب للقسم يعني هو بيبقى تركيبات كهربية تركيبات ومعدات كهربية من اولى لتالتة وبعد كده بيبقى رابعة وخمسة بيبقى بيتشعب آلات ومعدات او شبكات نقل وتوزيع كويس مادة الصيانة موجودة في الشعبتين بس ولادنا لازم يفهموا ان صيانة الالات بيبقى شغلها في جزئيات معينة خاصة بالمولدات والمحركات وصيانة الوقاية او صيانة شبكات دي بتبقى خاصة بمحطات التوزيع وخطوط النقل والمحولات الكهربية والاثنين مرتبطين ببعض الاثنين مرتبطين ببعض لان هي منظومة القدرة الكهربية هي محطات توليد ومحطات توزيع لكن التخصص هو لا يفعل لكن لما هاجي اعمل صيانة لابد انه يبقى فني الصيانة متخصص اما في الالات والمعدات او في شبكات النقل والتوزيع لانه ده بيبقى شغله في مكان مقفول اللي هو المولدات وصيانة الالات بيبقى في المحطة داخل المحطة لكن صيانة الشبكات بيبقى على ابرال خطوط النقل ضغط خطوط النقل الجهود العالية او في المحولات الكهربية سواء بقى في محطات التوزيع او في خطوط النقل وخلافه وكابلات ارضية وخلافه هل في خطوط على اولادنا وبنتنا والعاملين في هذا المجال يا فنظم يعني على الجهد العالي هل مفروض ان يكون فيه سليب احترازية لمواجهة هذه الطيرات طبعا طبعا احنا ابتداء من الصف الاول ولادنا لسه داخلي لنا في المدارس احنا دايما بنتكلم عن مفهوم السلامة والصحة المهنية والامن الصناعي ومهمات الوقاية والسلامة والصحة المهنية وده جزء مهم جدا انه يبقى مهمات الوقاية والسلامة والصحة المهنية هي جزء ما بيتجزأش من تجهيزاتي انا وانا داخل اشتغل يعني احنا دايما بنقول لأولادنا يعني في عمليات التحفيز ويعني انت بتيجي من غير ما بتنسى الموبايل بتاعك بترجع تجيبه فما ينفعش هتنزل الشغل بتاعك وانت مش معاك الحاجة اللي هتحميك مش معاك طبعا الحامل ربنا سبحانه وتعالى يعني وسائل الوقاية المتبعة هي دي بتبقى وسائل مستخدمة للوقاية من الطيار الكهرابي او خطر الصدمات الكهربية بتبقى عندنا في حسب مكان العمل بتاعه هيبقى في القفزات ودي لها نوعيات خاصة حسب قيمة الطيار اللي هيشتغل عليه والجهد اللي هيشتغل عليه يعني هيشتغل في جهد 220 عكس ما هيشتغل في 380 في سلوات الأوجو عكس ما هيشتغل في جهود عالية وفائقة يعني حاجة مثلا 11 كيلو فولت مثلا يعني هيقف على خط نقل هيدخل في غرف التوزيع هيدخل على محول فده كلام بيختلف خالص الكفاز اللي بيلبسه وضعه بيختلف تماما حسب قيمة الجهد اللي هو داخل عليه ده اللي بيحصل في الواقع فاندم ولا العمل بلاقي الناس كتير قوي لابس عفوا يعني ملكي كده ولا فيه اي حاجة ودخلة تعمل ده لا اكيد اكيد احنا حتى في المنظومة الجديدة في التعليم الفني منظومة الجدرات جزء مهمة قوي من تقييم الطالب واكتيازه للمهمة او للبرنامج الخاص به انه هو يكون مطبق لقواعد السلامة والصحة المهنية وفقا للقواعد العالمية دي بقى الجمهورية الجديدة اللي مفروض هنبقى متسيمين وده الاتجاه الجديد اللي احنا داخلين فيه بالاهتمام بطالب التعليم الفني وعايزين نخرج طالب اه طالب اكاديمي بس الحرفة في ايده الله عليك دكتور يمكن اتكلمنا عن المفهوم هل هناك اضافة تحب تضيفها قبل ما نخش فيه محاضرة اليوم طيب احنا كنا اتكلمنا عن مفهوم الصيانة في العموم انه انا من خلال عملية الصيانة او مفهوم الصيانة اني بحاول ارجع خطوط الانتاج او الماكينات والمعدات الى ما قبل الاستخدام الى او الى حالتها الاصلية قبل التوقف او الاعطال اللي حصلت فيها طيب انا كان عندي كام نوع من الصيانة احنا قلنا عندي صيانة مبرمجة او مخططة وصيانة غير مخططة يعني ايه صيانة مخططة يعني او اللي هي المبرمجة ان انا بعمل لها برنامج بعمل لها خطة بنفذ لها خطة بقول انه وفقا لكتاب التشغيل او كتاب تعليمات التشغيل او اللي بنسميها النشرة الداخلية للتشغيل للآلة بتقول لي ان الآلة دي عمرها الافتراضي كذا ساعة تشغيل او عمرها الافتراضي سنة اتنين تلاتة الجزء المعين في الآلة دي او المفتاح الكهرابي ليه كم عدد ساعات تشغيل او كم ضغطة تشغيل وايقاف بيبقى ليه تعليمات للتشغيل في ريبورت بقى يوميا انا بقى كفاني سيانة بعمل البرنامج او بعمل الخطة بتاعتي انه بناء على تعليمات التشغيل الخاصة بالمكينة دي او بالآلة اللي قدامي بعمل الخطة بتاعتي بحيث انه قبل المعاد اللي هو العمر الافتراضي او الفترة اللي هيبقى انتهت صلاحية استخدام الآلة او المعدة دي شهري شهريين يا فندم انا حاطط لها الخطة مسبقا اني هعمل لها الصيانة وده الصيانة المخططة او المبرمجة وده اتكلمنا فيها الحلقة السابقة باستفادة الله بعد كده قلنا في نوع تاني الصيانة الغير مخططة والصيانة الغير مخططة دي دايما بنسميها صيانة علاجية اللي هي بتاعة المشكلة صيانة مفاجئة حصل انه الآلة او المولد اللي قدامي او المحرك عندي فيه المصنع او في الشركة او المولد في وحدة التوليد حصل انه اي مشكلة حصلت فيه فجأة مشكلة فيه الملفات قصر حصل قصر او الشورت سيركت او القفلة اللي بنقول عليها حصل احتراق للملفات توقف مفاجئ للمحرك فده بيبقى نتيجة خطأ في قليات التشغيل وده بيبقى عمليات مفاجئة دي مش عمر افتراضي ده بتبقى حسب عملية التشغيل وقالية التشغيل كان فيها في ترتيبها مشكلة حصلت فبيبقى العملية مفاجئة فدي بنصميها انه صيانة فجائية او صيانة مفاجئة او صيانة وقائية اللي هو العلاجية العلاجية دي انا بعالج المشكلة اللي حصلت الماكينة توقفت فانا بعالج المشكلة اللي حصلت بعمل علاج سريع ليه المشكلة يعني سير اتقطع على طول فاني الصيانة جاي راح مغير السير ترس من التروس حصل كسري في احد اسنانه فبيقوم فاني الصيانة بيغير الترس موشرة ماكينات الخراطة الم الخراطة اتكسر فبيقوم يغير على طول فدي علاجية حلينا المشكلة علاجنا المشكلة ولكن فيه الصيانة الوقائية الصيانة الوقائية دي بتبقى تحت بند الصيانة المخططة ليه الدورية انت الدورية دي انا عملت لها برنامج بناء على انه في عمر افتراضي والماكينة تعليمات التجريل بتقول ان الصيانة هتتم كل نصف سنة كل ست شهور او ربع سنوية او كل سنة فدي صيانة دورية العلاجية لما حصلتلي المشكلة في الماكينة الوقائية انا عندي فيه اجزاء خاصة في الماكينة او في المعدة اللي قدامي الاجزاء دي لها عدد ساعات تشغيل وعليها حمل جدير وعليها ضغط كبير في الشغل او هي العامل الرئيسي في الماكينة والماكينة ممكن تبقى شغالة وسليمة بس الجزء اذا ان حصل فيه دروب او حصل فيه عطل او كسر وخلافه الماكينة كلها هتوقف على جزء يمكن هو اصغر جزء في الماكينة بس اهم جزء في الماكينة فبيبقى الصيانة الوقائية اللي هو انا بعمل وقاية للآلة اللي هو انا عارف ان العنصر ده عدد ساعات التشغيل بتاعته انزادت بينتك فيه مثلا ارتفاع في دارة حرارته فارتفاع في دارة حرارته يسبب انه مشكلة تحصل ينصر تدريجيا ناسا اه تدريجيا المعدن بتاعه هيبدأ يبقى فيه ليونة يبقى فيه مرونة يتحصل مشاكل فالعلاجية هنا ان انا عارف انها هتحصل مشكلة فانا علقت الموضوع او الوقائية وقيت الموضوع وحلت المشكلة بحيث اني ابقى خط الانتاج دايما شغال الادارة هنا فاندم بتهتم بالجانب الوقائي برضك في الحالات اللي زي دي ولا يبقى فيه بعضهم بيتركوا الموضوع يقولك لما تبقى المكنة تبوز يبقى ركب لها على سبيل التوفير وليست تقصديا هنا النقطة فاندم جزئية الادارة احنا هنتكلم فيها في حلقتنا النهاردة بس ده جزء برضو نبدي نبزة عنه على ما نكلم فيه هو ادارة المصنع او المجلس الادارة او صاحب المنشأة دايما بيركز على حاجتين مهمين قوي في انشاء المنشأة بتاعته السلامة والصحة المهنية ده جزء والجزء التاني الصيانة لان من غير الاتنين دول انا هيبقى عندي اصابات باستمرار المكان هيوقف لانه ممكن الاخطاء اللي نتجة او الاعطال اللي نتجة ممكن تبقى اخطاء او اعطال بسبب انا كفني او صنايعي واقف على المعدة او الالة وممكن تبقى بسبب المعدة والعمر الافتراضي تمام فدايما الادارة بتبقى عاملة يعني جو المصنع في ادارة خاصة يعني في ادارة للمنشأة بالكامل تمام وفي ادارة خاصة باقي السلامة والصحة المهنية وادارة خاصة تمام وفي مكتب صيانة ومكتب الصيانة بيبقى في جميع التخصصات الخاصة بقى بكل حاجة في المصنع تمام سواء كان قطاع عام او قطاع خاص مفروض ان يتوفر فيها دا الجانب اي منشأة صناعية اي منشأة صناعية بيتوفر فيها الادارتين ودي حوكمة يعني مهمة اولا انا امشي على ضوابط محددة علشان سأروح اعمل منشأة صناعية لابد ان انا نقدم تأرير بوسائل الامان والسلامة والصحة المهنية في المنشأة ومزولة هقدم هأمن عمالي ازاي منشأاتي متأمنة ازاي حريق اي مخاطر ممكن تحصل كمان بيأكدوا يعني في الصف التالي هم درسوا منظومة الجودة وعلشان احصل على الجودة لابد ان انا اكون مطبق لبعض قواعد وشروط والشروط دي مش محلية ده بتبقى شروط دولية علشان بيحصل بناء عليها على الايزو وشهادات الايزو المختلفة طبقا للقواعد اللي هو بيطبقها من الرفاهية العمال كمان من الوضعية الماكينات والطرقات يعني لحد ان هو بيهتم بكل بكل صغير وكبير تدور على هذه الكيانات بشكل دولي ومفاجئ في اي وقت طحية طحية تمام نعود الى مفهوم السيانة اللي حضرتك كلمت عنه واتجاهنا بقى للأسر الاقتصادي طيب الأسر الاقتصادي للصيانة أو للصيانة الوقائية دايما بيكون انه الأسر ده بيبقى عائد على المنشأة كمادة أو كأرباح وعائد على المنشأة في الانتاج لانه انا لو ما عملتش الصيانة في معادها الماكينات توقفت او اهمال في عملية الصيانة فالماكينات توقفت وحدة تلو الأخرى فخط الانتاج ممكن يبقى الخط كله معتمد على انه في مكينة في النص ده ما راح الانتاج فالمكينة من الماكينات توقفت يبقى الخط كله بالكامل توقف على محل المشكلة في خسائر وارتفاع في التكاليف ده كده بيبقى الأسر الاقتصادي من ضمن الحاجات اللي هو الأسر المادي وموضوع الأرباح والمنتجات طيب الأسر الاقتصادي هنا بيقول لي كلما زاد الاعتماد على الصيانة الوقائية كلما انخفضت تكاليف الصيانة والإصلاح وكذلك انخفضت الخسائر في الانتاج نتيجة التوقفات المستمرة والمتكررة وهذه الحالة ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة وعندي سببين مهمين قوي أنه هما يرفعوا التكلفة هنا زي ايه؟ قال لي أنه في توقف أو يعني في خسائر أو الأسر الاقتصادي اللي هيسبب لي خسائر هيبقى بسبب توقف الوحدات لفترة غير مبررة أو اللي هي خسائر في الانتاج توقفات غير مبررة لأن أنا عندي اتزام في تسليم عامل حجم قطلة وده ناتج لأنه برضو في الصف التالت هما يعني احنا دايما بنربط لولادنا اللي درسوه كله هما درسوا باب خاص بالحوافز كنا بنعمل نظام الحافز وعلمناهم أن احنا بنعمل نظام الحافز في المنشأة علشان العامل وهو واقف على الماكينة على كمية انتاجه المطابقة للمواصفات مش كمية انتاج وخلاص كمية انتاج مطابقة للمواصفات اللي وضعتها الشركة فاق هو كمية الانتاج المطلوبة تخطاها وأنتر أكتر بكمية مطابقة للمواصفات وداخل ساعات العمل يعني ما خدش ساعة ولا ساعتين صهر ده هو داخل ساعات العمل فبزا المجهود فخد الحافز بتاعه عندي عمال تانيين اللي هو يعني متكاسل متكاسل خد البريك بتاعه البريك كان نص ساعة هو عمله ساعة فده دي توقفات غير مبررة ملهاش سبب صح فده بتبقى خسائر أو ارتفاع التكلفة بسبب التوقفات الغير مبررة وفي العطال الخاصة بالمكان أنا كده عطلت المكان وهي ما فيهاش مشكلة وهي ما فيهاش مشكلة أنا عطلت المكان وهي ما فيهاش مشكلة السبب التاني صرف مواد احتياطية اضافية في الوقت الذي ليس هناك ضرورة له وده يسبب لي مشاكل ويسبب لي خسائر كتير برضو اللي هو أنا ما فيهاش سبب عندي ان انا اعمل صيانة دلوقتي لانه كل حاجة جاء سليمة يعني العمر الافتراضي لسه ما جاش ما تخطاش حاجة الصيانة الدورية مش معادها الوقائية انا الدنيا ماشية سليمة ما فيه انا يعني لسه الحاجات دي مبكبينها مبكبينها معدل برضا كل حاجة لها معدل فده بصرف اللي هو زيادة على حاجة مكونات اضافية بدون بدون سبب وبدون يعني ملهاش الحاجة دلوقتي فده بيخلي الاثر الاقتصادي على المنشأة بسبب الصيانة الوقائية بيزيد هي احنا بنعمل صيانة بس انا عندي برضو الصيانة لها او الصيانة الوقائية لها لها شروط حاكمة لها انا ممكن اعمل الصيانة الوقائية يوم جمعة يوم السبت يوم توقف يوم اجازة فده بيبقى وخاصة اللي هي الصيانة الوقائية اللي انا مش مضطر لها فورا دلوقتي صح ده انا عامل حسابي انه بدل الماكينة دي بعد يومين ثلاثة ما هتوقف ويكون عندي ضغط شغل انا عندي يوم اجازة النهاردة فيه اجازة في وسط الاسبوع ارجازة الاعياد المناسبات الرسمية في العطلات الرسمية انا ممكن اعمل الصيانة في الفترة دي اللي هي الصيانة الوقائية هي الوحيدة اللي ممكن تتم في فترة الاجازات اللي هو ما يبقاش فيه توقف لفترة الانتاج يا دوبك ده قطع معينة بتتغير بس لي بالامان زي ما حضرتك قلت عندي بعد كده الصيانة التوقعية للمعدات الدوارة وهنا عندي في المعدات الدوارة بيبقى فيه مشاكل كتير ممكن تحصل اللي هي الخاصة بايه الخاصة بالاجزاء الدوارة وطرق تجنب التعرض ليها حاجات كتير قوي ممكن توصلني اني انا الاجزاء الدوارة او الالات الدوارة اللي هي المولدات والمحركات وخلافه هي دي اللي بنسميها الالات الدوارة اي لان فيها جزء سابت وجزء دائر في الداخل فدي بينتر عنها مشاكل كتير سواء خاصة بالسلامة والصحة المهنية وسواء خاصة بعمليات الصيانة تمام وسواء كانت كهربائية او باستخدام البنزين او مشتقات البترول كل الالات الدوارة سواء ان هي مكينة خراطة في ورشة ميكانيكا او مكينة فريزة او المنشار الميكانيكي في ورشة الميكانيكا او المولدات والمحركات في محطات الكهرباء او ورش الكهرباء وده بيبقى كل الحاجات دي مكينة الخراطة فيها محركات فيها اجزاء دوارة وهي المكينة نفسها في اجزاء متحركة تسبب لي المشاكل فعلشان كده احنا في قسمنا قسم التركيبات والمعدات الكهربية دايما بيبقى كلامنا على المولدات والمحركات والأجزاء الخاصة بنا والعناصر والآلات الدورة الخاصة بنا. ما يخشش في مجال الميكانيكا فندم الخاصة ببعض يعني بيقول عليها ايه يعني الموتورات اللي بتخش في هذا الجانب ولا ده ببعيد عن التخصص. احنا اتفقنا في بداية حدثنا وبداية كلامنا قلنا حضرتك سألتني وقلت لي الإدارة فقلت لحضرتك ان بيبقى في إدارة الصيانة او مكتب خاص وإدارة خاصة بالصيانة بيبقى في المصنع وليكن مصنع خراطة ورشة خراطة فيها فن كهرباء عشان المولدات والمحركات. صح. وفيها فن الصيانة لماكينات الخراطة هو المسؤول بقى عن الأجزاء الميكانيكية للمكينة وفيه فن كهرباء مسؤول عن الأجزاء الكهربية والدائرة الكهربية والتوصيلات الكهربية للمنشأة أو للورشة أو المنشأة الصناعية فزي برضو ما بيبقى في المصانع والشركات في فني لأعمال السباكة والأعمال الصحية بيبقى الإدارة بتشمل تخصصات صناعية لكن أنا قلت الكلمة دي لأنه أنا بنوجه كلامنا لتخصصنا التركيبات والمعدات الكهربائية يعني نحن بنستثنى هذا الجانب بعيد عن هذا التخصص بنوضح إن الإدارة هي بتبقى شاملة كل حاجة لكن كلامنا عن الآلة الضوارة فهو هنا يقصد الآلات الضوارة الموالدات والمحالدات لطلاب التخصص التركيبات الكهربائية شعبة آلات ومعدات هنا بيقولي تعتبر المعدات الضوارة من أكثر المعدات تعقيدا وأهمية وهذه المعدات لها بعض المؤشرات عند اشتغالها لما هنيجي نشغالها هيبقى ليها بعض المؤشرات والتعليمات علشان تكون شغالة بشكل صحيح ويمكن قياسها وكذلك وجد أن نفس تلك المؤشرات تتغير طبعا للوضع التشغيلي لها زي إيه؟ الصيانة التصحيحية وهنا الصيانة التصحيحية قال لي يمكن تقسيم أعمال الصيانة التصحيحية إلى نوعية إذا أخذنا الإنتاج في الاعتبار يعني لو هنعمل عملية الصيانة علشان ما أوقفش الإنتاج يبقى أنا كده خدت الإنتاج عامل رئيسي علشان أعمل الصيانة وهو أهم الأسباب اللي أنا بعمل لها الصيانة إذا أخذنا الإنتاج في الاعتبار فهناك أعطال فجائية تؤدي إلى إيقاف الإنتاج وهناك أعطال لا تؤثر على الإنتاج مباشرة زي إيه؟ قال لي أني عندي أعطال تؤدي إلى إيقاف معدات رئيسية في الوحدة الإنتاجية يعني عندي معدات رئيسية وألات رئيسية بتتوقف عن العمل بسبب أنه جزء رئيسي هو اللي توقف وتعطب والجزء الثاني أعطال لا تؤدي إلى إيقاف معدات رئيسية بل معدات سنوية أو معدات لها احتياطية أخرى وبالتالي لا تتعطل عملية الإنتاج يعني أنا ممكن عندي المكينة فيها محرك مكينة الخراطة فيها محرك المحرك لو تعطل المكينة توقفت تماما لأن ده جزء رئيسي جزء رئيسي فيه أو معدة رئيسية فيه الآلة اللي شغالة علشان تديها الحركة ولكن عندي أجزاء تانية أجزاء أخرى ممكن تتعطل في خط الإنتاج ما تسبب ليش توقف لخط الإنتاج أو عملية الإنتاجية في خط الإنتاج أو فيه المنشأة وبيبقى ده كده مفهوم الصيانة التصحية اللي احنا اتكلمنا عنه يمكن يعني علاج هذي الجزء المصاب فيه فيه وقت العمل أيضا يا فردم يعني وهي المكينة الشغالة ممكن قوي علاجها وهنا مش هتوقف الإنتاج احنا دايما بنقولها لولدنا أنه بنصحح مصار بنصحح مصار عملية الإنتاج بنلحق بسرعة لو هو الجزء مش رئيسي خلاص مش مأثر عملية الإنتاج خلاص الوقت الانتاج شغال سيب الإنتاج شغال ويعني عملية الإنتاجية تمام لما ما فيش توقف ولكن لازم هعمل الصيانة العلاجية بقى هنا هتبقى ألبت لأنها صيانة علاجية لما الانتاج توقف اللي هو مواعيد العمل انتهت وقت الراحة اللي هو ما وقفتش الانتاج لكن في حاجات تانية معدات رئيسية دي خلاص أنا لازم أوقف عملية الانتاج فيها تمام دكتور يمكن الكلام عن الصيانة المماربخة لخطوط الانتاج بتبدو عدد كبير جدا من أبنائنا فيها نوع من الفهم يعني أو الإضاحة عاوزين نوضح أكتر يعني إيه صيانة مبرمجة ويعني إيه خطوط انتاج مرتبة على هذه الصيانة طيب زي ما قلنا في بداية مفهوم الصيانة أو احنا اتكلمنا عن أنه فيه صيانة مبرمجة وصيانة غير مبرمجة أو مخططة وغير مخططة احنا علشان نعمل البرنامج أو برنامج الصيانة بشكل صحيح لابد من توافر مجموعة أشياء تمام حاجات مهمة قوي وعناصر مهمة قوي في عملية الصيانة علشان تبقى الصيانة تتم بشكل سليم وبشكل واضح وحتى بشكل تقني فعال اللي هو يبقى عندي عامل مدرب العمالة بتاعتي عمالة الصيانة يبقوا مدربين على التطور السريع اللي بيحصل في المعدات ومعدات الإنتاج والماكينات فيه تطور سريع بيبقى في نوعيات الماكينات المستخدمة فلازم يبقى عندي الكوادر أنا مدرب العمالة بتاعتي كويس لازم عندي مكان للصيانة كويس فلو جينا صنفنا أو عددنا المستلزمات والعناصر المطلوبة لإعداد برنامج صيانة صحيح ومتكامل قال لي هنشوف مع بعض كده رقم واحد كادر فني متخصص رقم واحد كادر فني متخصص وهنتكلم عن كل حاجة بعد ما يعني لاحقا دلوقتي كادر فني متخصص عندي رقم اتنين العدد والأدوات والأجهزة الحديثة لازم فيه تطور موجود رقم تلاتة الأدوات الاحتياطية رقم أربعة عندي ورش صيانة حديثة اللي هو المكان اللي هعمل فيه الصيانة لأنه مش كل أعمال الصيانة هتتم في مكان المعدة ده ممكن أنا أفك الجزء اللي فيه أعمل عملية إحلال للجزء اللي فيه العطل وأخذه في ورشة الصيانة علشان لو هو عاوز استبدال العناصر داخلية فيه أو وخلافه النقطة الخامسة إدارة صيانة خبيرة ومتخصصة ودي النقطة اللي حضرتك ذكرتها النقطة الرقم ستة الفحص الهندسي وده جزء مهم جدا عمليات الفحص الفني والهندسي طيب لو جينا تكلمنا عن جزء جزء من العناصر دي أو دي العناصر والمستلزمات الخاصة أو اللازمة أو الواجب توفرها يعني ممكن السؤال هنا السؤال هنا يجيلي إزاي أذكر الشروط الواجب توفرها أو العوامل الواجب توفرها لإجراء برنامج صيانة وقائية أو لعمل برنامج صيانة هعدله الست نقطة دول طب لو قال لي السؤال اشرح العوامل الواجب توفرها لإعداد برنامج صيانة يبقى هتكلم عن كل واحدة زي ما إحنا دلوقتي ذكرناهم وبعد كده نتكلم عن كل جزئية فيها أول جزئية عندي الكادر الفني المتخصص والكادر الفني المتخصص عندي هو كادر الصيانة أو فني الصيانة اللي موجود هنا بيقول لي كادر الصيانة يجب أن يكون كفاءة فنية عالية ويتمتع بالخبرة كلا حسب اختصاصه يعني زي ما حضرتك ذكرت وقلت أنه هيبقى في حد يقوم بالشغل كله ولا يعني هو مضرب على الشغل كله ولا هنبقى شغالين بتقنية اختصاصية شوية أو شكل تخصصي زي ما حضرتك ذكرت هو لابد أن هي تبقى بشكل تخصصي علشان يبقى عندي أكتر من حد أو أكتر من فني يقدر يلحق يقوم يعني عملية الصيانة لأنه ممكن أكتر من مكينة فيها عطل تمام على المكينة الوحدة أو على المكينة الوحدة يبقى بدل ما واحد هو اللي شغال هنوزع العمل صحيح هنوزع العمل بحيث أنه يبقى الخسائر في الأرباح بتعتمد على وقت التوقف ووقت التعطل وينوعد العطل وتكلفة العطل وغير أنه مفيش إنتاج بيطلع فهنا بنقول أن كادر الصيانة يجب أن يكون ذو كفاءة فنية عالية ويتمتع بالخبرة كل حسب اختصاصه ويجب أن يخضع كل كادر لبرنامج تدريبي كامل بين فترة وأخرى على الجزء اللي هو متخصص فيه كل فترة حيتم تدريبه زي بالظبط فني السلامة والصحة المهنية وأنا عايز أقول لأولادنا أنه دايما هم بيبقى في حتة استهتار كده بموضوع السلامة والصحة المهنية عندهم بيدرسوا من الصف الأول والصف الثاني بيدرسوا مادة اسمها الأمن الصناعي سنتين بيدرسوها لمدة سنتين لكن تيجي تكلم الطالب أو الطالبة في مادة الأمن الصناعي يقول لك يا مستر دي مادة سهلة وعشرين درجة ويعني لا ما تقللش من المادة آه هي مادة بسيطة وإحنا بنشرحها لأولادنا كحكاية بنعملها بعمليات محاكاة كمان وبيبقى فيه المدرس اللي قدامك واقف لابس البلطو بالجوانتي بالخوزة ولو هيشتغل فيه حاجات متطيرة أو فيه رايش تلاقيه لابس النضارة لو قيت عينيه ولو في ورشة الميكانيكا فيه حديد ممكن يتساقط على القدمين بتلاقيه لابس السفتي مش معقول هو متهاون ده هو بيطبق أو هو يعني بمصلحة الفني ده هو بيعمل جزئية بيعلمك إزاي هتقي نفسك فكل الحاجات دي لأنه في دول الخليج ودول أوروبا تلاقيه أنه فني السلامة والصحة المهنية ده اسمه مهندس السلامة والصحة المهنية وبيطلب يعني احنا بنقول لأولادنا في الجزئية دي ده انت لو طلعت مكتسب مهارة السلامة والصحة المهنية والوقاية الشخصية ونميت نفسك فيها كويس وسفرت بره هتبقى خبير وانت عامل سيفي كويس ليك صحيح لا ده انت هتروح تشتغل فني سلامة وصحة المهنية مسؤول السلامة والصحة المهنية في أحد المنشآت وده بره الاهتمام بيه وده الجديد عندنا هنا في مصر برضو بيبقى الاهتمام بالجزئية دي لأن هي عايزين نفادي الخسار اللي كانت بتبقى موجودة بسبب العامل وبسبب المكينة فدايما يبقى فيه سلامة وصحة المهنية ودايما يبقى فيه الصيانة والاتنين متربطين ببعا طب نقف عند الجزئية دي يا فندم حضرتك قلت فيه تخصصات كتيرة وكل التخصص لفني معين بيقوم بدور معين هل في دراسيتنا هذه النوعية من التخصصات بحيث ان ابنائنا لما يخرجوا لسوق العمل يلاقوا هذه الفسحة من العمل وهذا التخصص دقيق الجديد في التعليم الفني منظومة التعليم الفني الجديدة منظومة الجرارات كل ما بيجي الطالب يتقيم ودي احنا ادينا فيها باستمرار وانا احد المدرسين في المنظومة علشان اقيم الطالب رقم واحد تطبيق قواعد سلامة وصحة المهنية رقم اثنين ارتداء مهمات الوقاية الشخصية وبعد كده ادخل يا طالب نفس مهمتك اللي انت متكلف بيها فيبدأ ينفذ الدايرة الكهربية او المهمة المحددة ليه طب اخر نقطتين اخر نقطتين يتقيم عليهم احنا بنقيم الطالب في الجزئية دي على انه نفذ دي يبقى هو اكتاز الجزئية دي او جدير في مهمات الوقاية الشخصية هو فهمهم عرفهم عرف الاستخدام الصح يبقى هو يركز فيها امتى يستخدم الخوزة هل هو شغال تحت سقف محتاج يلبس خوزة شغال على الاسطح فني كهرباء شغال على سطح بيرمي خراطيم وخلافه شغال في الخالة يعني مش محتاج يلبس خوزة لما ما فيش مخاطر ممكن تساقط اوزان عليه من فوق فهو الولد فاهم يعني ايه يستخدم المهمات دي طيب طبق قواعد السلامة والصحة بمهنية عامل اضاءة كويسة في المكان العمل بتاعه التهوية مناسبة لمكان العمل بتاعه الارضيات مناسبة ما فيهاش انزلاق ما فيهاش بقعد زيت تعمل انزلاق او تزحلق ليه ما فيهاش مية على الارض على الارضيات هو شغال في الكهرباء ووقف في مية فهل هو عمل الكلام ده ايوه الكلام ده بيتم على مراحل خلال التلات سنوات تمام مش هتخرج وتكون مكتاز لو تخصص في اي جزء هيبه هو يعني مش هتكتزل مهارة لبرنامج الصنعة بتاعتك اللي هو برنامج مثلا فني تركيبات كهربية او فني تشغيل على المعادن او فني تبريد وتكييف مش هتخرج اللي لو انت مكتاز جزئية او ماهر فني ماهر في جزئية السلامة والصحة بمهنية الله وبعد كده نفذ مهمتك تمام فيه جزئيات بتتقيم عليها طب اخر نقطتين ليهم علاقة بالجزء بقى اللي احنا بنتكلم فيه الصيانة والحاجات دي اللي هو ايه تنظيف الادوات والعدد انا اشتغلت نظف عديتك فهنا انا نظف المكينة بتاعتك اللي انت كنت تشغال عليها نظف المكينة بتاعتك عمليات التنظيف للمكينات والادوات والعدد يبقى هو بينظفها علشان مايرجعش بعد كده يضطر ان هو في مشاكل تقابله في المكينة فنرجع لموضوع السلام زي الدكتور وزي العملية نرجع لموضوع السيانة اخر نقطة يتقيم عليها تنظيف مكان العمل لانه هو اللي هيجي عليه الصبح هيشتغل في نفس المكان فممكن مشكلة لا لو ما خدش باله هيتسبب في اصابة ليه هو شخصيا او انه حصل مشكلة هو السبب فيها فقدت الى توقف الانتاج وتوقف المكينة فده اه احنا عندنا الطلبة الجديد في التعليم الفني وده خلاص بيتعمم على جميع المدارس هيخرج مسؤول مسؤول سلامة وصحة مهنة الله الله يقدر يقوم بالمهمة دي كلها اذا توزيع الادوار داخل الشركة نفسها في اختيار المتخصين فيها طبيعا صحيح الجزئية التانية او النقطة التانية او العامل او المستلزم التاني علشان اعمل برنامج صيانة صحيح العدد والادوات والاجهزة الحديثة لازم تبقى عندي العدد والادوات بتاعتي فيها الاجهزة او مواكبة لنوع التطور السريع في الماكينات والمعدات برضو فقال لي هنا لغرض تنفيذ اعمال الصيانة بكفاءة علشان تنفذ الصيانة بكفاءة فان كادر الصيانة بحاجة الكادر اللي احنا اتكلمنا عنه العامل اللي اتكلمنا عنه وقلنا انه لازم يبقى مضرب ويواخد تدريبات على فترات متناسبة في مهمته او صنعته قلنا ان هنا بقى هنقول ان العامل ده محتاج لعدد وادوات واجهزة اساسية واخرى متطورة الغرض منها تصعيد وسائل انتاج كادر الصيانة لينجز اكبر حجم من الاعمال في اقصر وقت زي ما حضرتك قلت انه هل هيبقى متخصص في حاجة واحدة ولا هيبقى هو بتاع كل حاجة وبتاع كل حاجة دي ما بقتش تنفع في ايامنا يعني احنا دخلين على التخصصية شوية بتاع كل حاجة ده مش يعني بيشتغل وده اللي بنقوله لولدنا فيه فرق بين عامل ماهر وعامل جدير عامل ماهر هينفز لك الدارة الكهربية وهيعمل لك الشقة كهرباء وهيعمل لك المولد هيلف لك المطور بتاعك والمحرك بتاعك هيلف المحرك وهيلف المولد وهيصلح لك كل حاجة وممكن الوقت كمان قليل بس في حاجات كده داخلية في اثناء شغله ما اتبعهاش ممكن بعد وقت قصير توقعنا في مشكلة تانية نفس العطل لكن العامل الجدير هو كان مطبق لكل قواعد الصيانة وكل قواعد ترتيب وتنظيف وتنظيم مكان العمل اللي ادى انه هو جدير فطلع للشغل بجدارة ده فرق كبير بين العامل الماهر والعامل الجدير عشان يصل الى هذا الجانب الخاص بالتخصص محتاج ساعات عمل في تخصص وفندم عشان ياخد الاجازة بهذا الامر ولا ايه المتبع في سوق العمل منظومة الجدارات ايمة على انه بيدرسها بعدد ساعات تمام بيشتغل في دراسته هي احنا ما بنقولش ان هو يعني هو هي دراسة وطالب بس احنا بنقول متدرب ايوه مدرب حيح يعني احنا احنا كمدرسين بنعلم ولدنا انه انت جاي متدرب انت اه بتاخد شق معرفي نظري وشق مهاري عملي اللي اتنين انت بتتضرب عليهم بحيث انه خلال عدد ساعات معين لكل مهارة لابد انك تكتزها في الوقت ده اذا اشتغل على طول مش يقول والله لسه الشركة او المصنع هيعلمني نظام العمل ايه عشان اتوقب لا لا المنظومة دي كانت بالاتفاق مع رجال الصناعة والسوق المحلي والسوق العالمي احنا شفنا ايه الجديد والتطور اللي فيه وجم قيادات التعليم في الجمهوريتنا الجديدة قالوا ان احنا لازم نواكب السوق شوية فبدأ التطور في عملية التعليم الصناعي والتعليم الفني عامة تجاري وصناعي وزراعي وفندقي حصل فيه التطور دوت بمنظومة الجدارات تمام طب نعود الى العناصر الاساسية للصيانة الوقائية فندوم يعني هل هنكتزها ولا هنبقى فيها دلوقتي لسه احنا هنكمل احنا قلنا معنا ست مستنزمات او ست عناصر هنكملهم في الجزئية دي الجزء التالت اللي هو الادوات الاحتياطية والادوات الاحتياطية دي قال لي يجب توفير نظام كامل للشراء وتوفير وتخزين المواد الاحتياطية ويتعاون في انجاز تلك الجهة الفنية كادر قسم الصيانة ودائرة المشتريات والمخازن التي تقوم بالتعزيز والشراء يعني هنا عامل الصيانة او ادارة الصيانة مش في معزل عن ادارة المشتريات للمصنع اللي بتشتري المادة الخام للانتاج هتشتريلي انا كمان ادوات الصيانة اللي احنا اتكلمنا عنها في النقطة السابقة المتطورة والحديثة اللي مواكبة للتطور اللي موجود في الماكينات اللي انا عندي في المصنع بعد كده ورش صيانة حديثة انا محتاج ان الورشة او مكان العمل بتاعي يكون مواكب او متطابق ومتناسب مع نوعية الماكينات الماكينات حجمها كبير ما يبقاش عندي مكان الصيانة صغير ادوات الرفع اللي انا احتاجها الماكينات دي انا هجبها بونشة هيخش في ورشة الصيانة زي ما منشوف في السكك الحديدية مثلا بيبقى الجرار حجم ضخم داخل على الورشة الورشة تاخد جرار واثنين وعشرة بحيث انه يبقى فيه انسيابية في الحركة اللي تعمله صيانة بيخرج والتاني داخل اللي هيتعمله صيانة فيه حرية في الحركة وخصوصا انه باستخدم ادوات الرفع والات الرفع كتير في عمليات الصيانة والالات الجديدة فاندم في الفك والاحلال يعني في بعض الادوات الجديدة لما ماستخدمش فيها مفك او يستخدم فيها حاجة لا بيستخدم فيها الى كهربائية للوصول فيه تطور كبير وعشان كنا نقول دايما مواكب للتطور السريع في الماكينات والمعدات ورش صيانة حديثة معناها اني بوفر او يجب توفير ورش اختصاصية لتنفيذ الاعمال فالاجهزة الدقيقة تحتاج لورشة خاصة الاجهزة الدقيقة بتبقى محتاجة ورشة مجهزة بشكل ملائم لهذا الاختصاص اجهزة القياس والمعايرة والفحص يجب ان يتوفر كذلك ما يخص الاجهزة الكهربية في حالة اختصاصات الانبيب في الورشة كمان لو عندي انابيب غاز انابيب مياه انابيب الصرف فبيبقى برضو انا محتاج في تنفيذ اعمال الصيانة ببقى محتاج حرية وانسيابية ووسع جامد في مكان الصيانة وورشة الصيانة بحيث انه ما ينفعش هو شغال بسبب ان المكان مش متسع لعملية الصيانة حصل استضام مع انابيب الغاز انابيب المياه حصل تصرب حصل المشكلة الكبيرة اللي احنا بنقلق منها علشان كده دايما بنوصي في عمليات الصيانة وبتبقى المنشآت الصيانة بتبقى مأكدة على انه مكان يكون كبير يتسع لعمليات الصيانة المختلفة ده بيجي فاندم في تصميم المصنع كله في البداية يعني المفروض ان يكون مكان صيانة الصيانة قريب جدا من مكان الانتاج بعد كده جزئية ادارة الصيانة النقطة الخامسة بتبقى ادارة الصيانة وادارة الصيانة دي بيبقى عندي فيها هي عملية او تعد ادارة عملية الصيانة ذات اهمية كبرى ونتيجة لسوق الصيانة واهمالها مما يؤدي الى توقف الكثير من خطوط الانتاج وكذلك اهدار عمر الكثير من المعدات والاجهزة بحيث لا تعمل تلك الاجهزة الا فترة قصيرة من عمرها التشغيلي الحقيقي يبقى ادارة الصيانة هنا مهمتها احنا قلنا ان العناصر اللي احنا بنتكلم فيها دي الست عناصر او الست بنود دول اللي منهم ادارة الصيانة كانوا من ضمن العناصر الواجب توفرها لعمل برنامج صيانة وكان قلنا انه ادارة الصيانة هي مهمتها انه يبقى عندي اوفر المستلزمات واوفر البرنامج السليم ان انا اعمل الصيانة الكافية واللازمة بانواعها المختلفة بحيث انه المعدة دي ما تشتغلش اقصر وقت ممكن او اقصر فترة ممكنة لا ده انا عاوز المعدة او الماكينة تشتغل عمرها الكامل وعمرها الافتراضي بحيث ان انا استفدت من عمر الماكينة وسعر الماكينة في تحقيق الربح من عملية الانتاج المستمر دون التوقف بعد كده برمجة الصيانة الكبرى برمجة الصيانة الكبرى دي يجب اجراء وتصميم برنامج لعمليات الصيانة الكبرى لتقليل فترة اشتغال تلك الوحدات وتجنب الاطالة غير المبررة لفترة الصيانة ومن هنا جاءت ضرورة برنامج او برمجة تلك الاعمال بالخطوات التالية عندي خطوات لازم ان انا اعملها علشان اقدر اعمل برنامج كويس الاستفادة النقطة الاولى الاستفادة من تقارير الانتاج اثناء فترة الاشتغال لتلك الوحدات والماكينة شغالة انا فني الصيانة مش مهمته انه هو هيطلع يعمل صيانة وقت الماكينة ما توقفت فقط لا ده انا بعمل تقرير عن الماكينة عمرها الافتراضي كان كذا حسب تعليمات التشغيل هي اشتغلت معايا عدد ساعات معين ولما ضغطنا على الماكينة وصهرنا العمال في المصنع وقت اضافي فاشتغلوا الماكينة اشتغلت معايا عمري زيادة فانا معايا تقرير بكتب انه الماكينة زاد وقت التشغيل بتاعها في اليوم بعدد ساعات كذا يبقى انا بقلل من وقت الصيانة بتاعي في تقارير لابد ان هي تتعمل اثناء التوقف لازم اعمل تقريري انه احتاجت عمالة مهرة ولا عمالة عادية احتاجت عمالة خارجية ولا لأ عمالة اجنبية ولا لأ جبت اجانب عمالة اجنبية تعمل لي الصيانة للماكينة دي ولا لأ ففي تقارير بتتعمل يبقى هنا بند الاستفادة من تقارير الانتاج اثناء فترة الاشتغال لتلك الوحدات النقطة التانية الاطلاع على توصيات الفحص الهندسي لتلك الوحدة لتحديد حجم العمل وتهيئته قبل التوقف رقم ثلاثة هنجمع المعلومات عن حالة المعدات الضوارة الالات الضوارة عندي المولدات والمحركات او لو فرشة الخراطة الاجزاء المتحركة فيها بجمع المعلومات عنها كويس سرعة ضوارانها التوقف بتاعها ممكن يحصل بسبب ايه المشاكل اللي ممكن تؤدي الى توقف مفاجئ للالات الضوارة والمعدات الضوارة انا معايا التقارير بتاعي مش مهمتي الصيانة فقط ده انا بعمل التقارير اللي تحميني وتخليني اعمل الصيانة بشكل مناسب كمان رقم اربعة تجميع الاعمال التطويرية والتحويرية المطلوبة او المطلوب تنفيذها اثناء التوقف الدوري عمليات التطوير واني اشغل ماكينة بدلا ما هي كانت شغالة في منتج واحد اطور منها وخليها تشتغلي في صنفين او في منتجين مختلفين بعد كده النقطة رقم خمسة يقوم القسم التشغيلي اللي هو قسم التشغيل فيه للمكينات بتقديم قائمة بالاعمال المطلوبة من جانبه اللي هو قسم التشغيل اللي هو الفنيين اللي بيشغلوا المكينات على شكل قائمة مفصلة وحسب الاجهزة والمعدات احنا عمالة فنية وقفة هي اللي بتشغل المكينات برضو العامل بيقدم تأرير متطلبات المكينات هو محتاج المكينات دي تتطور بشكل مناسب ازاي فبيقدم الكلام ده لفني الصيانة سرعة الآلة الآلات الدورة سرعتها غير مناسبة فبيقدم التأرير ده برضو لفني الصيانة وإدارة الصيانة هم يلحقوا يبرمجوا برنامج الصيانة بتاعهم او عملية الصيانة يبدأ يقوم بقى هل هيعملها صيانة علاجية هل هيعملها صيانة وقائية بس في الحالة دي انا قدمت لك عندي مشكلة انه المكينات بتنتج بس بشكل غير مناسب بتاعها فانت هتيجي تعمل الصيانة بتاعتك ودايما بنختبر ولدنا في النقطة دي هل هتبقى وقائية ولا علاجية فهي بالشكل ده وقائية هي شغالة بالفعل هي شغالة بس عملية الانتاج بتاعتها قلت بس هي بتنتج فيبقى هنا الصيانة علاجية في النقطة اللي هنتكلم فيها دلوقتي نظافة اجهزة التحكم ونظافة اجهزة التحكم دي هتخلينا نروح على العناصر الاساسية للصيانة ونقطة العناصر الاساسية للصيانة الوقائية لاجهزة التحكم هنا انا محتاج اعمل ايه علشان اقوم بالصيانة لاجهزة التحكم واجهزة التحكم هنا بدأنا ندخل بقى نتكلم في صميم العناصر الكهربية والالات الكهربية والمكونات الكهربية مفاتيح قواطع من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها فهنا العناصر الاساسية للصيانة الوقائية هنا عندي رقم واحد الفحص وعملية الفحص دي لابد ان انا اقوم بعملية الفحص الخاصة بي بشكل دوري على بعض العناصر يعني انا هعمل الفحص على ايه رقم واحد ارتفاع درجة الحرارة لابد ان انا اتابع ارتفاع درجة الحرارة في الالات الكهربية وخصوصا ان احنا دايما في بديهيات الطيار الكهرابي لما بنعلم ولادنا الطيار الكهرابي وتخصصنا بنقوله ان اي طيار مر في اي ملف او موصل او سلك بيحدث تغير في درجة الحرارة هو مش هتعله مرة واحدة بس بيحصل تغير في درجة الحرارة لانه لو علية اوي احنا رحنا في اتجاه تاني اللي هو انهيار العزل على السلك فأدى الى حدوث القصر والمشاكل اللي ممكن تحصل بسبب الطيار الكهرابي وارتفاع درجة الحرارة النقطة التانية تراكم الاتربة على الاجهزة ده بيؤدي الى عدم التوصيل الجيد للطيار الكهرابي ان دقاطة التالتة فك مصامير الرباط نتيجة التشغيل المستمرة للآلات والقواطع والمفاتيح عمليات التشغيل المتكرر والمستمر في اجزاء سابتة واجزاء متحركة وبيبقى فيها مصامير للرباط والتزبيت ونتيجة الاهتزاز والتشغيل المتتالي بيحصل ان مصامير الرباط دي بيحصل فيها ارتخاء انحلال او ان هي بتتفك فبتحتاج اني اتابع الجزئية دي كويس سمع صوت ازيز اللي هي الزنة اللي احنا بنسمعها في الآلات الدورة او الآلات الكهربية او ممكن في بيوتنا ولدنا وهم قاعدين ممكن يكون موصل مشترك فهو حاطت الكابل التوصيل الفيشة حطه فيه المشترك بشكل مش مناسب بشكل مش صحيح فوانت قاعد هتسمع صوت ازيز كده ازيز كده انت مش عارف هو جاي منين على طول روح على المشترك الفيشة مش متسبتة كويس فالتلامس لنقاط التوصيل مش محكم ففي هنا عملية بتحصل اسمها صوت الازيز ده بقى وبعد كده هنسميه قوس كهربي او عملية القصر اللي بتحصل نتيجة انه فيه سماع صوت ازيز موجود عندي بعد كده شم رائحة غير طبيعية وده الطبيعي ان انت قاعد شميت ريحة شياط اللي هي رائحة الدخان او رائحة كده شبيهة بغاز الاوزون او غاز الفريون ده بيبقى ودي بتبقى في يعني بتبقى موجودة بشكل كبير في اجهزة التلفزيونات الموجودة في المنازل اماكن راطبة شوية اماكن فيها رطوبة فالرطوبة والنفس داخل المنازل بيترصب على التلفزيون لانه فيه فتحات من فوق التهوية للتهوية التلفزيونات العادية بيبقى فيها فتحات للتهوية من فوق الفتحات دي بينزل منها الترسيب البخار او الرطوبة بتتكون وتتراكم على العناصر الالكترونية الداخلية للوحة التحق او تشغيل التلفزيون فبيصدر عنها صوت زنة عند بدء تشغيل التلفزيون صوت زنة كده مصحوبة برائحة انا اقدر اميزها ده خطر دي دي حاجات برضو انا لازم اتابع لازم يكون فيه اجواء مناسبة لهذه الالات صحيح لازم اتابع كل الحاجات دي جزئية تانية التنظيف التنظيف هنا تعتبر عملية تنظيف الاجهزة من الداخل والخارج من الامور الهامة للتشغيل الجيد لمنع التصرب الطيار وارتفاع ضررة الحرارة وعادة يتم تنظيف الاجهزة الكهربية بوسطة نفخ الاتربة بهواء بضغط منخفض وكذلك تتم عملية التنظيف لأي جهاز تحكم اثناء عملية صيامته واصلاحه هنا بستخدم عملية النفخ اللي احنا بنقول عليها للاتربة اللي هو ببلاور على سرعة خفيفة بقدر انظف التلفزيون بتاعي العناصر اللي موجودة او الاجهزة اللي موجودة عندي ودي بتبقى عملية مهمة اوي اللي هي تضمن لي التشغيل والعمر الطويل للالة بتاعتي بشكر حضرتك بشمهندس محمود محمد عبدالعاطي خبير هذه المادة الرائعة مادة صيانة آلات كهربائية شكرا وبتمنى لك وبتمنى لكل ابنائك والطلاب النجاح والتوفيق شكرا لحضرتك كنت سعيد من حضرتك النهار شكرا لكم شكرا لكم والنهاردة يمكن حلقتنا كانت متميزة اوي لانها بتتكلم عن المفهوم مهم جدا في عملنا المستقبلي ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها انتوا كمان بشكركم وتمنى لكم مزيد من التوفيق الى اللقاء